سوف نقوم الآن بشرح شاشة بيانات العملاء في برنامج المحاسب الأول يتم الدخول إلى هذه الشاشة من قائمة العمليات بيانات العملاء هذه الشاشة مهمة بيانات العملاء نظرا لارتباط هذه الشاشة بفواتير المبيعات بالآجل فلا يمكن إضافة أو عمل أي فاتورة بالآجل لأحد العملاء إذا لم نكن قد قمنا بإدخال اسم العميل وبيانات العميل ورقم حساب العميل في شاشة بيانات العملاء إذن سوف نقوم الآن بشرح خطوات إضافة أحد العملاء في هذه الشاشة نقوم بالضغط على زر الإضافة ثم نذهب إلى رقم حساب العميل والضغط على إفتسعة واختيار هذا العميل بعد إضافته في الدليل المحاسبي نقوم بالضغط عليه مثلا محلات السعادة للتجارة العامة رقم العميل 003 هذا الرقم هو الذي سوف يظهر في فاتورة الببيعات ويفضل أن يكون على آخر رقم من رقم الحساب ثم نقوم بإدخال بقية البيانات اسم العميل الأجنبي عنوانه مثلا اليمن صنعاء المدينة مثلا مدينة صنعاء الرمز البريدي نقوم بكتابة الرمز البريدي له إن وجد الدولة مثلا اليمن التليفون في حالة وجد رقم الفاكس ثم نقوم بتحديد حد الدين الذي لا نسمح للعميل بأن يتجاوز هذا الدين بحيث إذا تجاوز هذا الحد فإن النظام سوف يقوم بتنبيهنا بذلك مثلا نقوم بتحديد 500 ألف ريال ثم نقوم بعد ذلك بالحفظ نستطيع استعراض جميع هؤلاء العملاء الذين تم إضافتهم بالضغط على زر العرض ونلاحظ أنه قد تم إدخال هؤلاء العملاء بنفس الطريقة الآن إذا ما ذهبنا إلى فواتير المبيعات وأردنا مثلا أن نقوم ببيع فاترة بالآجل نقوم بالضغط على زر الإضافة ثم نختار بالآجل ثم نقوم بالذهب إلى خالة رقم العميل والضغط على F9 ترجمة نانسي قنقر